دلوقتي نروح مع حضرتكم لموضوع تاني والسنوية العامة السنوية العامة مش في مصر لانه ليس لطلاب السنوية العامة في مصر؟ يا دوب بتارينا امتحانات المواد اللي بتضاف المجموع يوم الحد كان امتحان العربي لكن احنا بنتكلم عن المصريين المتفوقين في كل مكان خلينا نروح لكويت ونشوف الطلبة المصريين عاملين ايه هناك؟ حالة من التفوق ولجنة يعني مصريين متصدرة لائحة الشرف اوائل السنوية العامة هناك مليانة اثمي مصرية الحالة انه سواء هنتكلم علمي ادبي نسبة كبيرة جدا مصرية خلينا نروح نشوف الطلبة رحمة المصرية رحمة خالد اللي فازت بالمركز الاول في القسم الادبي في السنوية العامة في دولة الكويت جابت كم رحمة؟ جابت 99 و8 من 10% طيب في من تاني في الطلبة اسماء احمد عبدالله فازت بالمركز الاول في القسم العلمي جابت 100% مصريين يا جماعة وتفوق المصريين ايضا الموضوع ملفت للنظر جدا الحقيقة يعني كمان حصول الطلاب المصريين على المركز كمان احنا مش بس اخدنا الاول احنا كمان واخدين الاول مقرر في القسم العلمي بمجموع 100% من اللي خد اول مقرر في مجموع ومجموع 100% عندنا جودي احمد السيد وكمان حبيبة اسماعيل وعمر محمود السيد انا سعيدة الحقيقة وانا يعني عمال اقول كده اسامي الاوائل سعيدة ان انا بقول اسمقهم عمر محمود السيد من الاوائل وكمان المفروض انه السفارة المصرية في الكويت ستنظم لهم احتفالية تكرم هؤلاء الطلاب الاوائل في السنوية العامة يوم الاربعاء القادم في المكتب الثقافي لجمهورية مصر العربية بدولة الكويت وايضا وزير التربية والتعليم والتعليم العلي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي الموضف اعتمد نتائج السنوية العامة بقسمها الادبي والعلمي والتعليم الديني للفصل التاني من العام الدراسي 2021-2022 الكلام ده كان يوم لاثنين نهار ده بنسبة نجاح بلغت 84% احنا الحقيقة مفسوطين جدا ان احنا بنتكلم عن طلبة مصريين في الكويت محققين نسب النجاح العلي احنا بنتكلم عن الناس جايبة 100% واخدين الاول والاول مكرر ساعدين واحنا بنقول اسميهم اه احنا بنتكلم على انه مش لازم نجيب 100% مش النجاح انه نجيب 100% لكن مسألة انه ترتيبك فين في وسط اللي حواليك هو ده المهم فانه المصريين يكونوا متصدرين القائمة ده شيء مهم جدا انه المصريين في الخارج من اول الطلبة لحد علماءنا الكبار يكونوا متصدرين قوائم الاوائل ده شيء مهم جدا وشيء بيسعدنا جدا 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 خلونا نسمع جزء كده من يعني الاعلان عن اسامي الاوائل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم الاول مكرر 100% ايضا عمر محمود السيد علي مدرسة الواحة الثانوية نظارك لكم دائما طبعا هذه الانجازات وهذا الحصاد الخاص بهذا اليوم دلوقتي نضملنا عمر محمود السيد الحاصل على المركز الاول مكرر في القسم العلمي مجموع 100% مبروك يا عمر عملته ازاي 100% دي الف الف مبروك ما شاء الله استقبلت الخبر ازاي طرحة طرحة عارمة انا طرحان لنفسي انا طرحان لوالدي ووالدي يعني بصراحة انا طرحان لهم جدا يعني انا مشروح انا مشروح فاهماني انا مشروح هم بكل تأكيد كانوا متأمينين فيي طول السنة يعني طول حياتي كمان اول ما سمعوا ان انت طالع الاول مكرر وجايب 100% قالوا لك ايه يعني اول حاجة على طول الله اكبر وحتى الوالدة الوالدة يعني بكت وما بروش يمسكو نفسهم وانا ستتفكت شكر الله عز وجل الحمد لله يعني الحمد لله طيب عمر نفسك تدخل كلية ايه او انت مخطط تدخل كلية ايه والله ان شاء الله طب البشر ان شاء الله طب البشر عايز تتخصص في ايه طيب لسه ما حدثتش بحراحة يعني هي اكبادة يعني هي لكن حلمك تكون دكتوريا اه ان شاء الله حد من اهلك ده كترة والله لا يعني حتى كله متأمش فيها من انا صغير كانوا يقولي يا دكتور عمر يا دكتور عام كانوا بيحضرك تكون دكتوريا اه الحمد لله وانا حابب اتفد يعني الحمد لله طيب ايه قولي بقى الطلبة اللي بيسمعونا كنت بتذكري ازاي عمر والله يعني هو فيه طبعا حاجة متعارس عليها بمثل الله اللي هو عدد الساعات يعني انا اظن ان عدد الساعات دي يعني ايه طبعا عن تجربة ان ملهاش علاقة بعدد الساعات يالها علاقة بجودة المذاكرة انت مش لازم تذاكر مثلا في اليوم 8 ساعات 9-11-10 ساعات تلازم في اليوم جودة مذاكرتك حدد ان انت خلص الدرس ده اتخلص الدرس ده النهاردة لازم تتحاول على قد ما تقدر ما تركنش اي حاجة عليك يعني هي محادة الساعات هي جودة وتنظيم وقت وتنظيم وقت اهم حاجة تنظيم الوقت وجودة المعلومات اللي انت بتحصلها علشان تقدر توصل للأوائل يعني ايه اكيد مجهود كبير يا عمر ومجهود كبير لأسرتك منبرك لك ومنبرك لهم على الهوى الف الف مبروك عمر محمود سيد الحاصل على المركز الاول مقرر في القسم العلمي مجموعة 100% الف الف مبروك والف مبروك لكل الأوائل المصريين اللي موجودين في الكويت في سنوية عامة نتمنى التوفيق لأولادنا اللي بيمتحنوا هنا في مصر في السنوية العامة ان شاء الله تعدي الامتحانات عليكم بسلام وتستفيدوا من مرحلة السنوية العامة وتدخلوا الكليات اللي بتحلموا بيها بإذن الله